جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إذا كان الرجل أو المرأة الواحد منهما دائما الحدث ولا يستطيع أن يحتفظ بوضوئه لفترة طويلة كيف يقرأ القرآن والحال ما ذكر جزاكم الله خيرا إذا كان الإنسان دائما الحدث كالذي به شلس الغول أو المرأة المستحاضة التي ينزل عليها الدم باستمرار خارجا عن العادة هؤلاء لهم يقرأوا القرآن عن ظهر قلب أما القراءة من المصحف ولا تجوز إلا إذا كان من وراء حال أما لمس المصحف مباشرة أو حرام قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر فإذا قرأ عن ظهر قلب فلا بس وكذلك إذا قرأ من المصحف لكن من غير أن يمسه مباشرة بل من وراء حال